اشتركوا في القناة هي بعنوان آداب التلاوة والاستماع للقرآن الكريم طبعا لما كان شرف القرآن الكريم عظيما عند الله سبحانه وتعالى كان لابد هناك من التحلي بالكثير من الآداب التي تعطي فعلا عظم لهذا القرآن الكريم وتعطي شرفا إضافيا للقرآن الكريم إذ هذا القرآن الكريم جزء من صفات الله سبحانه وتعالى التي لابد من توقيرها وتعظيمها واحترامها والإثبات لله سبحانه وتعالى بأننا فعلا عبيد له أن نتأدب عند أي مجلس من مجالس القرآن الكريم نتأدب عند الاستماع نتأدب عند التلاوة نتأدب عند حضور القرآن الكريم إلينا نبدأ في المحور الأول والذي يتحدث عن أداب التلاوة الخارجية بالنسبة لأداب التلاوة الخارجية طبعا عندما نتكلم عن أداب نتكلم عن سنن ولا نتكلم عن أمر وجوب أمر الوجوب لا يعني عندما نتكلم مثلا نستحب استقبال القبلة لو جاء سؤال في الاختبار يجب على قارئ القرآن أن يستقبل القبلة هنا الإجابة خاطئة لماذا؟ لأننا نتكلم في آداب وليس في واجبات هذا في البداية حتى يعني نستطيع أن نبني قاعدة نتكلم في ضوئها أول أدب من الآداب المستحب عندما نتكلم آداب واجب خطأ الآداب التي يستحب التحلي بها عند تلاوة القرآن الكريم أولا يستحب لقارئ القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر بمعنى يعني لأن كثير من الطلاب لا يعرف ما معنى الحدثين الأكبر والأصغر الحدث الأصغر هو الذي يكتفي منه بالوضوء ونستطيع بعده الصلاة الحدث الأكبر الذي يجب أن يغتسل فيه الإنسان لكي يستطيع أن يصلي أو يعني يستطيع فيه أن يعني يباشر أي عبادة من العبادات وأن يكون طبعا على وضوء لأن هذه القراءة عبادة تستوجب منه فعلا أن نكون على طهارة كاملة طهارة في البدن طهارة في الثوب طهارة في المكان طهارة في الجسم نفسه أيضا يستحب لقارئ القرآن أن يكون مستقبلا للقبلة كما يستحب له أن يستاك أي ينظف أسنان قبل الشروع بالقراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من العبادات التي يستاك فيها القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم يستحب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا يستحب له أن يبسمل في أول كل صورة ما عدا طبعا صورة التوبة لأنها نزلت بحد السيف فيكتفى فيها بالاستعاذة طبعا يستحب لقارئ القرآن أن يرتل ترتيلا ولا يقرأ فيها قراءة كالجريدة يستحب لقارئ القرآن أن يقرأ على ترتيب المصحف فلا يبدل في الصور فمثلا يأتي بالترتيب المعهود حتى في الصلاة الأصل أن يأتي الإنسان بالترتيب المعهود حسب المصحف يسن لقارئ القرآن ويستحب له إذا ابتدأ صورة أن يكملها حتى النهاية إلا إذا عرض عارض يسن أيضا لقارئ القرآن أن لا يقطع قراءته لأمر من أمور الدنيا خاصة إذا كان الأمر تافه كالحديث مع صديق أو الرد على الجوال أو الالتفات إلى التلفاز أو إلى آخره لكن يمكن له قطع القراءة إذا عرض عارض يستحق فعلا منه أن نقطع القراءة يسن لقارئ القرآن أن يتفاعل مع كل آية في المصحف فإذا كانت هناك آية سجود يسجد وإذا كانت آية تطلب مننا الاستغفار نستغفر وإذا كانت آية تطلب مننا مثلا أو تبشرنا نستبشر وإذا كانت هناك آية يعني تعوذنا من نار جهنم نستعيذ بالله من نار جهنم أيضا يستحب القطع في القراءة آية آية يعني ممكن أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لكن الصواب والسنة أن نقرأ الحمد لله رب العالمين ثم نقطع القراءة الرحمن الرحيم أي نقرأها آية آية أيضا يستحب البكاء عند قراءة القرآن الكريم فإن لم نستطع فلنتباكى لأن التباكي يعني درب من دروب الوصول إلى البكاء يستحب التوسط في القراءة بين الجهر والإسرار لقول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا هذا الأدب الأول والذي نطلق عليه الأداب الخارجية لتلاوة القرآن الكريم نأتي إلى الأداب القلبية أولا يستحب لقارئ القرآن إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأ بتدبر وتفهم وخشوع طبعا التدبر والتفهم والتعقل هذا أدعى إلى الخشوع لقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومن هنا نأتي إلى أمر مهم وهو الابتعاد عن كل ما يمكن أن يشغل القارئ عن الفهم كأن يكون التلفاز مفتوح أو الجوال موجود عليه بعض المقاطع عين على المصحف وعين على الجوال أو نكون في جلسة فيها حديث وفيها كلام فينشغل القلب وينتشغل فيهم عن تدبر معاني القرآن الكريم وقبل هذين الأدبين إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس أيضا من الأدب القلبية لكي نصل إلى أعلى مراتب التدبر والمعية مع الله سبحانه وتعالى يعني كما ورد في قصة من قصص السلف أن رجلا جاء يشكو قلبه إلى أحد الصالحين فقال له ليس لك إلا ابن حنبل طبعا وكان في ذلك الوقت وأمير عصره وأمير زمانه الإمام أحمد بن حنبل فسافر له وقطع أميال وأميال لكي يصل إلى الإمام أحمد بن حنبل ما شكواك يا رجل قال إني أشكو إليك نفسي لماذا؟ قال إني أختم القرآن في كل ليلة مرة غير أني لا أخشع يعني هو يشكو نفسه للإمام لأنه لا يستطيع الخشوع في القراءة مع أنه يختم القرآن في كل ليلة مرة إذن هنا مراجعة بسيطة للنفس ومراجعة بسيطة لمن يطمح إلى الفردوس الأعلى مراجعة بسيطة للإنسان الذي يدعي نفسه أنه إنسان صالح وأنه إنسان يعني يستحق فعلاً من الله الجن على وجه الوجوب إنسان يشعر بالتقصير ويشعر بالعجز ويشعر بالقهر على نفسه أنه لا يستطيع الخشوع غير أنه يقرأ القرآن في كل ليلة مرة فقال له الإمام أحمد يا رجل اقرأ القرآن الليل علي وكأنما تقرأه علي وكان الإمام أحمد زهيبة يهابه كل من يرى ثم تعال إلي في الغد في صلاة الفجر ولأسمع ماذا حصل معك جاء اليوم التالي في صلاة الفجر وذهب الرجل إلى الإمام أحمد يبدو عليه شيئاً من التعب والإرهاق قال له الإمام أحمد ماذا فعلت؟ قال والله يا إمام قرأت القرآن الليلة لكني لم أتم نصفه طبعاً لماذا؟ لأنه فعلاً عقل وتدبر وخشع وكرر بعض الآيات ووقف عند بعض الآيات حاسب نفسه عند بعض الآيات فلم يستطع أن يكمل نصف القرآن قال له الإمام أحمد إذن اذهب يا رجل والتقرأ القرآن الليلة كأنما تقرأه على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الرجل ثم رجع في اليوم التالي يبدو عليه التعب الشديد والإرهاق الشديد فقال له الإمام ماذا فعلت يا رجل؟ قال والله يا إمام لم أخرج من صورة البقرة لم أخرج من صورة البقرة مع أن الإنسان العادي ممكن أن يختم صورة البقرة والتي هي جزءان ونيف ممكن أن نختمها تقريباً تلت ساعة كل جزء ثلث وثلث يعني عشرون وعشرون ساعة إلا ممكن جداً أن نختم صورة البقرة لكن هذا الرجل المتمرس في ختم قراءة القرآن الكريم لم يستطع أن يخرج من صورة البقرة كلما نظر أو تخيل إلى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إليه إلى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يعني يقرأ أمامه هذه الآيات العظام يحاسب الإنسان نفسه يراقب نفسه ويرى عظيم تقصيره أمام محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رجل إذن اقرأ القرآن الليلة وكأنما تقرأه على الله ثم عد عد إلي في الغد ذهب الرجل ورجع وكأنه جثة عندما رجع إلى الإمام أحمد قال ماذا حل بك يا رجل؟ قال والله يا إمام لقد قرأت القرآن الليلة ولم أخرج من الحمد لله حتى طلع الفجر الحمد لله هي أول آية في المصحف بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي المبدوء بصورة الفاتحة طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عندما راقب الله في قلبه نظر إلى أنه فعلا الحمد لله على عطائه الحمد لله على منعه الحمد لله على عظيم فضله الحمد لله حين أخذ منا الحمد لله حين جبرنا الحمد لله حين سترنا الحمد لله حين حفظنا فوجد أن كلمة الحمد لله تستوجب منا الوقوف عمرا أمام الله سبحانه وتعالى فلم يخرج منها إذن هناك فعلا الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مراتب التدبر والمعية مع الله يقرأ القرآن وكأنما يقرأه على رسول الله يقرأ القرآن وكأنما يسمعه من رسول الله يقرأ القرآن وكأنما هو في حضرة الله سبحانه وتعالى طبعا هناك في أداب للاستماع إلى القرآن الكريم طبعا أولا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يجلس المستمع في أدب وسكينة يجلس المستمع وهو فعلا يستمع بكل جوارح إلى القرآن الكريم لا يشغل ظاهره وظاطنه عن الله سبحانه وتعالى إذا سمع آيات سجود كما قلنا يسجد وإذا وجدت آية تستدعي من البكاء نبكي أو نتباكى إذا أخطأ القارئ فلابد للمستمع أن يصحح له خطأه إذا بالغ القارئ في قراءة وتعالى فيها فلابد للمستمع أن ينكر عليه هذه القراءة آخر آداب مع المصحف الشريف يجب على كل إنسان أن يتعامل بها وأن يعطيها قدرها وأحيانا للأسف الشديد الإنسان فينا لا ينتبه أولا أن يوضع المصحف في مكان عال بحيث لا يوضع شيء فوقهم وكأنما هو علو لله سبحانه وتعالى بكلامه فلا يجدر بأي شيء أن يكون أعلى من كلام الله سبحانه وتعالى ثانيا أن لا يوضع المصحف على الأرض ثالثا وهذه جميلة هو لطيفة من اللطائف أن نقوم للمصحف إذا جئ به إليك يعني لو طلبت من أخيك أو من أختك أعطني المصحف الأصل أن تقوم قيام الموقر والمحترم لهذا القرآن فلا يؤتى إليك وأنت جالس خامسا عدم توسد المصحف أي لا نجعله تحت الوسادة أو لا نتوسد لا نتكأ على المصحف لأن فيه نوع من الامتهان للمصحف وأخيرا يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف طبعا هذه بعض الأداب أيضا على وجه ليس على وجه الحصر وإنما على سبيل الذكر يحبذ لقول قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقف عندها وأن يتدبرها وأن يعيها والأجدر أيضا أن نمارسها في حياتنا اليومية فكما كان القرآن أو كما هو القرآن عزيزا وعظيما وذو هيبة ووقار الأصل أن وقره في قلوبنا وأن وقره في نفوسنا وأن نزرع ذلك في كل من حولنا لنكون عند الله سبحانه إذا فعلا أعطينا القرآن قدره كان حري بالله سبحانه وتعالى أن يوقرنا وأن يعلي قدرنا وبهذا نكون قد انتهينا من الأداب مع المصحف الخارجية والقلبية والأداب مع المصحف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلى لقاء في محاضرة أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته